مثل ما انتو عارفين في الحلقة اللي فاتت من سلسلة تجديد السيارة السيارة اللي واقف لها اكثر من 16 سنة واليوم هو الجزء الخامس من هذه السلسلة وكانت اول مرحلة منها سحب السيارة لمكان العمل بعد محاولة تشغيل السيارة بعد غسيل السيارة لكشف جميع بدي السيارة بعد غيرنا الزيت والكفرات بعد فحصنا المحرك وبرضو شيكنا على تبديلات القير تنظيف السيارة من الداخل بشكل بسيط بعد فحص كهرب السيارة اللي حرفيا كلفنا المبالغ الكبيرة بعد تغيير البواجي والكويلات الخاصة بالمكينة بعد تركيب اكسسوارات للسيارة بعدها ركبنا وجهية كاملة للسيارة وبرضو غيرنا الصدام الخاص بالخلفية بعد اتجاهنا الى خيارين تلميع السيارة ورشش سيارة ولاحظنا ان تلميع السيارة فاد معنا بشكل كبير وحنا الان في المرحلة الاخيرة من المرحلة الاولى تزويد وتعديل محرك السيارة قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع اضغط لي على زر اللايك وبرضو اشترك لي في القناة باقي شوي ونوصل متين الف متابع داخل القناة وهذا برضو السناب الخاص فيني انزل فيه اليوميات وممكن تصير فيه مسابقة والشي الاخير قبل ما نبدأ افتح القناة ثانية راح يكون فيها محتوى مرة جبار اتمنى انك تشترك فيها راح تحصل رابطة تحت في الديسكريبشن ونبدأ نجهز السيارة عشان ندخلها على جهاز الداينو اهلا وسهلا طالعين الان للصناعية نشوف الحرارة ونشوفش في السيارة ونطلع بعدها على طول للرياض او نفطر ممكن نطلع الرياض او ممكن نفطر في الرياض جينا عند الورشة عشان يغير السعر برضو يشوف المراوح يشوف وضع الحرارة الحرارة هنا اشوفه ناظر الحرارة محمد بالله شب ممتازة امس مرتبعة فوق الخط والله هلا على الخط ما في مشكلة طفة وفتح فوق نقول اذا هي على الخط ما في مشكلة نشوف الحين ندخل السيارة جوه او بغشوف المراوح وش وضعها مرميح شو نقول نفتح هذا من هنا بحط طلا بس خلنا نركب خلنا اليوم اخلص من الرياض بس ما في حل الحرارة نهائيا محمد بجعنا للسيارة بي ما شاء الله ليلى اهل الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يروح والله يريحة الوكالة مرسيديس كم مديلا محمد عيون 88 88 ما شاء الله ما شاء الله جماعة الخير ما شاء الله ليلى حلا الله 560 لوحة ادوي هذي الداخلية حقته اذا تشوفنا يراعيه سامحنا والله بس ما شاء الله نظيف الله يعطيك خيرك فيك شره يا رب جماعة الخير تونى طالعين من عند الميكانيكي تالي وساما يبغالك صوفة دفرنس يبغالك الله يسلم كاللي هو صفاية بنزين يب راح نشوف عادوش اللي راح نحتاجه جماعة خير اوشي خانشيريك عالزيت نحن هو خالق صوت تقوم الزماء والله ما شايفت عليه خلينا بتحرك البوت ثاني طيب بسم الله لا والله الحمد لله مرة حلوة بس الزيت خفيف مرة لاني كنت مركب مخلوط حق غاسية الزيت خفيف راح نروح يا جماعة الخير لا الله الله نغير الزيت ونشوف الزيت بعد المحلول اللي حطيناه عشان المكينوم كانت تخلط شب حالك طهير تقفناه هنا راح ننزل الزيت ونشوف هلو بيخلط علاء او هل اللي تحت نضيف علاء جينا عند الشيخ هالا ذي الشيخ والله انك منور يا الشيخ يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي الله يسعدك يا حبيبنا راح الحين نفك السره ونشوف جايك 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 بسم الله 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 ماذا رايك بالله؟ لا لا ما شاء الله تغيّرت مرة؟ تغيّرت أنا كتبت هاي اليوم من المكبرة اليوم بيك المرة من المكبرة ها؟ اليوم ما شاء الله لا، لمعنى البدي والأمور دينا الله أدريك آمين يا رب و إياك قفلت السر عماد صح؟ نعم 8 علب لأن مع السيفون 8 ونص ولكن ما راح نغير سيفون لأنهم مغيرين قبل 10 أيام عندهم فراح نركب 8 علب باقي على صلاة المغرب و على ذا المغرب ما يقارب نص سعى طيب بعد ما شغلنا الموية شوف هنا الموية تصبت إن شغل على الأعلى إذا تشتغل تشغل موسيقى 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 بدي معه الخير هذا الشيء الله يتقبل صيامكم اليوم هذا كم يوم واربعة يوم واربعة ويوم خمسة من الجزب وخامس في فيوزات خربانة رح نطلع للسيارة الثانية ناخذ منها فيوز بس 15 رطلع الله سلمكم منطقة الخرج الى الرياض او اللي هو مبرمج الرياض الموجود في سمعية الرمالة بسم الله هنا العلبة ناخذ من الفيوزات اللي نبغاها نبيه 15 نجيب الفيوز نركب هنا قرطني جماعة الخير ممتهم انتوا ساكنين جنبنا طبعا هذا ساكن جنبنا من الزمان بس ما يدري انا اني انا جارهم صح متى دريت قبر سنة قبر سنة وهذا ما دريت بس بس وصديقي اللي ورا صديقي خمسة شهور يا اخي كاف ود بس الخير تونا افطرنا وصلينا المغرب جهزت الكاميرات هذه الكاميرا الولى جهزتها جهزت الكاميرا الثانية وبرضو القوفرو شوفوها هادئي جهزت كل شي وراح نطلع الان المبرمج الرياضة وداين والرياضة طبعا الكثير الكثير نصحني فيه والله العظيم الكثير ومو مبالغة متحمس اشوف متحمس اشوف سيارة على الجهاز حربيا فقدامنا ساعتين عشان نوصل فراح امر شخص ونطلع له انا بالشيخ يلا اركب سرعة مسعجلين متحمس ايه والله اني بتحمس مرة اركب اه مطول يلا هنذرك عدنك بس يلا يلا اركب نعبي بنزيم مئة ريال بسم الله توكلنا على الله شفيه ذا رضو علوه لا هو فيك حركة لا اذا تمشي يرتبع شو خاكر نعرف ايه اعرف لا والله فوق النصبات قاعد لكم ها لا اذا بيرتبع نحن نخبط شوي سنين واقف ما يدري هو فلو اللفاظ يا رجال وصلنا على سعيد هذا السيارة نوقف نفتحنا كوبوتر عشان تبرد شوي على ما ندخلها بالجهاز لان نحتاجها باردة هنا وصلنا ببرمج الرياض راح نصلي وندخل عليها على طول وصلنا يا جماعة الخير راح يربطون السيارة مع الشيخ راح يحطونه على الجهاز ونشوف وضع السيارة داخل الجهاز هذا بإذن الله نعم لا هنا راح يشغلوا مراوعة عشان التبريد نحطوا راح يربطون السيارة مع كل الجهات عشان ما تنفك أو تنطلق أو تروح أو ترجع ذي كده كده طيب هذا حق وزن صح؟ هنا هنا كوبوت هنا أحيان موسيقى موسيقى المشكلة التي واجهناها في السيارة السيارة كانت لين الهورس بور 244 حصان المصر ثم السيارة يجب عليها يجب عليها أسباب كثيرة وما يكون هناك دفات المنزين وما يكون بخاخات وما يكون هي صفاية بنزين أتحدث على كل السيارات كما تعلمون الفياس لين منزيني إذا كان اللين بزيادة احتمالية أن البخاخ حاجة كبيرة هي وصطايتها البنزين لماذا؟ لأن البخاخ إذا انسد الموتر يبدأ يدخل لي لم يحاول تترتش يروح مع كرتش شوي ثم بعدين يرجع لي الأفضل حل تنظيف البخاخ على جهاز اسمه التراسونيك التراسونيك موجود عندك لا محلات عند أي كراج متخصص في صيانة أو التصوية بشكل عام عند أي مكانية كفاءة متخصص في المجال تنظيف بخاخ عندك الأجزة هذه التراسونيك ميزة التراسونيك ينظف لك البخاخ ويختبر لك البخاخ على الجهاز فيبين إذا عندك بخاخ في عطل أو ما في عطل في البخاخات لا قدر الله في بخاخ ممكن أن يضخ بنزين بزيادة عندما تلاحظ أن السيارة تصرب بزيادة مهم نقص في البرمجة مهم نقص بنزين تلاحظ أن السيارة تصرب هذا من الاحتماليات التي تسويها سؤال عام ما هي فائدة البرمجة؟ اختفر ليها فائدة البرمجة البرمجة لفوائد كبيرة من ناحية زيادة العزم من ناحية تحسين الاستجابة ومن ناحية فتح القاطع مثلاً سيارات تستخدم في البرم السيوفي الجيب جيم سي سيارات أي سيارة رئيسية عرفت؟ يستفيد منها من الناحية في البرمجة عرفت؟ هيا فتح موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قاعدة مشي جمعت الخير كذا طلع صوت ترق فصل غير وحطة هنا حطة دي أدري الشي راح المشكلة وقبلها دام بقى على ذا حين ثلاث دقائق وارغة دقائق يلا خيره خيره شوف شخص شكرا